هل هناك بارقة أمل تلوح الأفق لوضع المشكلة على سكة الحال باختصار شديد أنا أرأى دائما كسياسي أنا متفائل ونعمل على الدفع في هذا الاتجاه الأمور الآن تبلورت بصورة واضحة أي تأخير سيكون مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة والمكون العسكري في أنه لا يريد التقدم لحسم الوضع الموجود والاتفاق مع غالبية القوى السياسية على الترتيبات المطلوبة لإتمام الفتر الانتغالية وتشكيل حكومة وإجراء انتخابات عامة وسوف يرتب على ذلك تداعيات شعبية وأمنية وقد تكون تداعيات عسكرية ولذلك الوضع الآن وصل إلى نهاياته